السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. هنتكلم النهاردة عن حساب المعلم. اول شيء هنبدأ به ازاي ان انا اسجل على system as long. طبعا اول شيء انا بكتب اسم الاكديمية اللي انا بشتغل فيها او اسم ال domain. بلاقي هنا زرار اسمه login. بضغط على login. فدي الصفحة المفهود ان هي بتدخلني على على اللي هو system لو انا مثلا ادمن او معلم او طالب. فدي صفحة اللي هي بدخلني على حسابي او على الخاصة باي يوزر. طبعا لو انا معلم جديد وعاية سجل على الاكاديمية. فطبعا بضغط على زرار هنا اسمه sign up. بضغط عليه. فبيفتح لي صفحة اللي هي صفحة التسجيل سواء كنت طالب او معلم. طبعا نهاردة نتكلم عن حساب المعلم. فهسجل كاني معلم جيد على السيستم. طيب اه انا سمي طبعا الاسم هنا بكتب اسمي مسلا اه مسلا بالنسبة لي سعيد مسلا بكتب طبعا باللغة الانجليزية سعيد شلبي. طبعا هنا بختار لو انا معلم بختار تويتر وبختار طبعا تاريخ الميلاد طبعا انا هكتب اه اي بينات طبعا هي اختصارا للوقت. مسلا هنا الايميل. هكتب مسلا شلبي اه اه جميل دوت كوم. وطبعا هنا اليوزر اللي انا هسجل به مسلا هعمل اليوزر باسم شلبي. وهنا طبعا بيقف على التايمزون اللي هي اه خاصة بالكمبيوتر اللي انا بشتغل منه مسلا انا هنا اه كايرو فاوتوماتيك بياف على كايرو تامزون ما بحتاجش ان انا اغير فيها اي حاجة طبعا بكتب الباسورد. انا هنا هعمل اه باسورد من واحد لستة على اساس ان لو حد حابب يدخل على نفس اليوزر. ويشوف اه داش بورد قبل بيسجل وهكتب هنا من واحد لستة. طبعا هنا الكاباتشا اه بكتب نفس الحروف. لو كابيتل بكتبها كابيتلية غالبا كلها دايما بتبقى كابيتل. يبقى ثلاثة اتش. خلاص انا اجياد كده يا رسالة ان انا ايه. طبعا هنا الخطوة التانية دي الخطوة ديت على الادمن. مفروض الادمن بيدخل ويعمل للمعلم. فانا كده اول خطوة عملتها اللي هي التسجيل على على صفحة اه السيستم من بره. سجلت حسابي كامل كتابة بيانات العامة. بعد كده الادمن بي اكتب الحساب. وبعد ما بي اكتب الحساب المعلم بيدخل يكمل باية بياناته على السيستم. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.